يعطيكم العافية الرابع وشلونكم وش اخباركم وعساكم طيبين رجعت لكم فيديو جديد عن قاد اوف اور والاساطير النوردية لكن قبل ما ابلش الفيديو هذا حاب اني اشكركم على دعمكم الجميل للغناة وللفيديوهات وعلى تسجيعكم المستمر فقبل ما ابلش لا تنسوا تضغطون على الزر لايك الموجود تحت هذا الفيديو وتشترك بالغناة اذا ما كنت مشترك وتفعل خاصية الجرس بالفيديو هذا راح اتكلم عن موضوع اشوف انه مهم وموضوع تفاصيله حلوة اللي هو موضوع الفالكريز التسعة اللي تباريهم باللعبة وشنو غصتهم باللعبة وشنو غصتهم بالاساطير النوردية بالبداية الفالكريز وظيفتهم بصعبين بالاساطير وباللعبة ان أهم يساعدون اودن ان هم مثل ما نقول خدم اودن اودن هو الموجود في فالهالة المنطقة اللي يرتاحون فيها الجنود الشجعان بالمعارك يروحون في فالهالة علشان يتمتعون بضيافة اودن ويأكلون ويستمتعون الى ما تصير حرب الراغنورك ويقاتلون بجانبه فلما يروحون ارض المعركة ويختارون الجنود في جنود ما يحبون انهم يروحون فالهالا او يرفضون امر الفالكريز شنو يصير تصير عليهم لعنة الجنود هذيل تصير عليهم لعنة ابدية انهم يموتون ويصيرون UNDEED كنت شايفين الموبات في اللعبة في موب معين اللي هو الدروغور الموب هذا هذي لها اهم ال UNDEED الناس اللي يرفضوا ويروحون مع الفالكريز فالهالا فيصيرون هذي لهم الاندد اللي لا هو عايش ولا هو ميت ويقاتل بالأرض أو بالعالم هذي لدروغور موجودين بالأساطير النوردية وبالأساس معنى الاسم عندهم اللي هم الاندد الناس اللي ما ماتت مثل ما قلت لكم قبل شوي وظيفتهم بالأساطير النوردية إنهما يحرسون الكنوز في الأرض أو يحرسون الأماكن المهمة الحين خلن نرجع على موضوع الفالكريز بلعبة قدافور في تسعة انت تقاتلهم الفالكريز اتقاتلهم مو علشان إنه هما يبون يذبحونك الفالكريز صار عليهم لعنة خلتهم بالفيزيكل فورم خلتهم يصيرون بهيئة بشر اللعنة هذي من اللي حط عليهم حط عليهم أودن لأنه عصب عقب ما هدته فريا فحط لعنة على الفالكريز خلوهم ينزلون بالأرض ويكونون على الفيزيكل فورم فكريتوس وإتريوس يساعدون الفالكريز إنهم يفكون اللعنة لأنك انت لما تفوز عليهم تأخذ الهلمت الريلم والفالكريز فهني هذي هي الطريقة اللي انت تساعد فيها الفالكريز إنهم يفكون اللعنة هذي باللعبة احنا شفنا تسعة هذي لهم اللي انت تقاتلهم وأيضا إذا خلصتم كلهم رح يكون في تروفي وكاتسين والأمور هذي والحين نروح للأساطير النوردية الفالكريز هما نفسهم بالأساطير النوردية لكن زيادة يقال إنهم يروحون للمعارك الكبار من خلال الحصن ويلبسون دروع وعندنهم شيلز فكانوا يروحون بسرعة خارقة للمعارك ويختارون الناس الشجعان اللي يتقاتل بالمعارك هذي وأيضا في قصص أخرى بالأساطير النوردية يقول إنهم يقدرون يطيرون عن طريق الحصان أو بدونه فهذه كلها بالقصص النوردية ويقال إن في بعض من الفالكريز هذي عندهم قوة خارقة ويقدرون إنهم يذبحون الناس اللي بالمعارك اللي ما يفضلونهم أو ما يشوفون إنهم شجعان وفي بعض الغصص أيضا تقول إن الفالكريز يحمون القوارب أو البوتز اللي يشوفون إنهم عزيزين عليهم فهذه هي الأشياء اللي مواضحة الموجودة عن الفالكريز ولي حبيت إني أشارككم إياها طبعا هذا اللي كان معنا اليوم بالفيديو أتمنى تكتبوا لي رأيكم بالكومنتات تحت وتقولون شنو تابوني أتكلم عنها بالمستقبل قام معاكم أخوكم بجريد والسلام عليكم اشتركوا في القناة